موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي سيادة الرئيس مرحبا بي الشعبيتك بدأت تتآكل أنت والنهضة يعني الشيخ راشد في حوار صحيفة الحياة في 30 سبتمبر قال إن السلطة أدت إلى تراجع شعبية النهضة وقال إن السلطة معروف أنها عامل تهرئة هناك فرق بين من يبشر بالمثل وبين من يمارسها هناك فرق بين من يطلب إلقاء خطاب وبين من هو مطلوب منه أن يوفر فرص للشغل والغزاء والأمن للناس شعرت أن مع مطالب الناس ومع الإنهاك الموجود والخلافات القائمة أن شعبيتكم بدأت تتآكل طبعا طبعا أولا بطبيعة الحال في أي فترة تاريخية الحكم يعني أنت تعرف مثلا شيخنا الزيتون يقول إن نصف الناس أعداء لمن ملك السلطان هذا إن عدل يعني نصف الناس أعداء لمن ملك السلطان هذا إن عدل يعني أنت لما تعدل عندك نصف الناس ضدك فما بالك في مرحلة انتقالية خطيرة زي هذه يعني كان شيء من ثم لا تنسى أنه إحنا كان عندنا إعلام في منتهى الشراسة والوقاحة وكذا الذي كان مستهدفني ومستهدف النهضة ومستهدف أصدقان يعني الإعلام هذا كان عندنا هي الدولة العمقة بكل أركانها بقية المرزوقي والنهضة وقطر تركيا هذا كان أكلهم صبح يعني يفطروا ويتعشوا ويتغدوا بقطر تركيا والمرزوقي والنهضة الليلة نهار المدة ثلاث سنوات كيف لا تريد أنه جزء من شعبيتنا لا ينهار يعني إحنا أنت إحمد الله أنا شوف استطلاعات الرأي قبل أن أدخل الانتخابات كانت تدعي أنني أملك 3% من الأصوات واتضح أنه 44% مننا سوطوا إلي بمعنى أنه كانت فعلا حرب ضروس ضدنا وتحصلنا على تلك النتائج الانتخابية أنا والنهضة دليل على أنه رغم كل شيء بقيت لنا جزء كبير من الشعبية في أكتوبر 2012 سر بشريط لاجتماع ضم الشيخ رشد الغنوشي مع مجموعة من السلفيين وأصار لغة كبيرا حينما قال أن الجيش غير مضمون وطلب كثيرون بحل حركة النهضة والمؤسسة العسكرية اعتبرت أن هذا نيلون منها وبدأ فيه تخبط كبير في المشهد في المرحلة دية أنت كنت بدأت تعمل في 13 أكتوبر بدأت سلسلة من اللقاءات مع قادة الأحزاب للبحث عن خريطة طريق للخروج من المأذق ده هل وجدت نقاط مشتركة في ظل هذا التنافر في ظل أيضا أن 75 من أعضاء المعارضة في البرلمان طلبوا بحل حركة النهضة بعد شريط الفيديو بالنسبة للغنوشي والشيخ الغنوشي ظهر على قناة الجزيرة وقال لقد تم تحريف الموضوع المشهد أصبح ضبابيا معقدا إلى حد كبير المشهد أصبح خطيرا المشهد أصبح خطيرا وبدأت تتلامح في الأفق كامل المشروع هو المشروع منذ البداية منذ 26 جنفي لما قال السبسي أن هناك أزمة حكم واضح أن هؤلاء الناس كانوا لا يعترفون بهذه المجموعة التي جاءت بها أول انتخابات حرة ونزيلة بعدين بدأوا يرتبون أموره ومن بعد ستة شهر عملوا هذا الحزب ثم بدأ التشكيك في الشرعية كل 23 أكتوبر وهنا الخطأ الذي ارتكبته النهضة عندما أمضت ذلك الاتفاق الذي قالت فيه أنه المرحلة الانتقالية ستبقى سنة بينما وقت اللي عملنا الدستور الصغير كان واضح أنه المرحلة الانتقالية تنتهي بكتابة الدستور من حصد حظ أنت هناكت إشكاليتك كبيرة جدا حددت سنة فالناس عدم السنية السنة تقلص أنا ما حددتش وهذا ما أنقذ الموقع يقولون لي حددت قلهم لا أنا كرئيس جمهورية وكرئيس ذلك الحزب قلت منذ البداية هذا مستحيل يعني شو تكتب لي الدستور في ضرب السنة وبالتالي هم لعبوا على هذه نزع الشرعية هم أشوف سياستهم كانت إيش نزع الشرعية منذ البداية حتى قبل نهاية السنة ثم ضرب المطرقة الإعلامية التهييج التهييج الشارع ثم في آخر المطاف كانوا يذهب يعني لما جاء السيناوري المصري كانوا يريدون نفس الشيء نفس السيناوري المصري ونحن على الأقل فوتنا عليهم هذه الفرصة وصلنا البلاد إلى المرفع أنتم في 14 أكتوبر مثلا قلتوا الانتخابات التشريعية ورئيسية ستكون في يونيو حزيران 2013 طبعا يعني قرار غير مدروس على الإطلاق لا 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 شوف إحنا أخذنا ذلك القرار على أساس أنه ما كناش ما كناش إحنا بالنسبة لنا كانت هالأطراف الكلها في مصرحتها أنها تقصر يعني تقصر المرحلة الانتقالية وكيف يمكن تقصير المرحلة الانتقالية هو خلينا نتفق بسرعة ما كنت تحبوا الانتخابات بسرعة ماشي ببالكم أنكم ستأخذوا السلطة طيب خلينا وإحنا نفسنا كنا أنا نفسي كنت يعني فاهم اللي الوضع لا يستطيع أن يتطاو لأنه كنت فاهم أنه الناس تنتظر هي عودة الماكينة الاقتصادية تدور الماكينة الاقتصادية تدور لا تدور إلا إذا كان هناك استقرار وبالتالي هذه المرحلة السياسية يجب أن تقصر في أقصر مدى ممكن نعطي لهذا الشعب دستور ثم نأتي للحكومة الحكومة الانتقالية تكون حكومة دائمة حتى العجلة الاقتصادية تدور وحتى نستاكل هذا هو الهاجس الأكبر لكن هؤلاء الناس في نفس الوقت كانوا يعترضون علينا ويطولون هذه المرحلة الانتقالية بينما هم يعتبرون أنا من مصلحتهم تقصيرها هناك كان الخلل أنا كنت أسعى بكل قوية أن الانتخابات تقع في أقرب وقت في 4 أكتوبر 2012 الشيخ راشد أدلى بحديث لصحفة الخبر الجزائرية قال فيه أن حركة نداء تونس التي يقودها الباجي قائد السيبسي أخطر على الثورة من السلفية يا ريت أنه واصل للاعتقاد بهذا لكن يبدو أنه غير رأيه وأنا ما اعتقدي لحد الآن أنه فعلا كان ذلك الوقت أخطر على الثورة من السلفين ولا زال أخطر على الثورة من السلفية أنت دائما كنت تنادي بالحرية وتعتبرها أصل من الأسس التي تسعى لها الثورة الصحفيين التونس نفذوا إضراب عن العمل في 7 أكتوبر 2012 وقالوا أنه دفاعا عن حرية التعبير احتجاجا على ما تقوم به الحكومة لسيما حكومة النهضة بتعيين شخصيات فاسدة أو أمنية في مناصب رئيسية في الإعلام هذا الموضوع تطرحه على يعني على الحكومة النهضة التي كان بيدها هذا الملف وأنا دائما وابدلا كنت أحتج على هذا الأمر وتعرف أنه موقفي كان ولا يزال هو أن حرية الصحافة ركن أساسي وضروري والدليل على ذلك أنت تعرف أنت أحسن ما نعرف أنني لم أضع صحافيا في السجن طبعا بانقضاء 23 أكتوبر 2012 يكون مر سنة على المجلس الوطني التأسيسي لم ينجز خلالها الدستور وتكلمنا في النقطة دي حكومة الجبال طوال عام كامل انتقادات من كل أعضاء الترويكة ما فيش إنجازات ملموسة الناس بتشوفها هل كانت حكومة الجبال مقيدة اليدين فعلا أم أنه هو الذي قيد نفسه أعتقد أنه هو الذي قيد نفسه وأعتقد أنه لم تكن له أدنى رؤية واضحة يعني أنا كانوا يحكولي على وزراءنا اللي كانوا يجلسوا في الحكومة يعني قال لك يقعدوا بسبعة ساعات يتناقشون ولا يأخذ أي قرار كان هناك سوء إدارة وعدم موضوح رؤية وهذا بين قوسين الذي أدى في آخر المطاف النهضة إلى أن تقول أن هذا الرجل غير مناسب فتخلت عنها في سؤال هام هنا عايزة أسأله لك وهو ينطبق على مصر وتونس نعم هل الشرعية التي منح الشعب بالصناديق هي شرعية مطلقة أم شرعية مرهونة بتنفيذ البرنامج الانتخابي والمطالب التي منح الشعب بناء عليها الثورة مرسل آخر لحظة عمالي يقول الشرعية الشرعية دي مرهونة بأنك تحقق لي ما انتخبتك ومنحتك الشرعية من أجله طيب وحسب رأيك أنه إحنا انتخبنا الشعب لماذا؟ عشان تحققوا أهداف الثورة لا الشعب يعني انتخبنا بالأساس بالأساس لكتابة دستور لأن هذا البلد أصبح بدون دستور ودستور هو هو سيد القوانين وأعطانا أيضا أمر بأننا حالة كتابة الدستور نعود إليه هو السيد وهو سيد المطلق وهذا السيد سيختار حكومة وهذه الحكومة التي ستكون حكومة مستقرة هي التي تقود الإصلاحات هذا هو يعني ليه كان في بطء شديد في الإنجاز في كتابة الدستور ما فيش بطء يا سيد الكريم أنا منذ البداية شوف أنا يسام هو الدستور ستة شهور تكون خلصت وين ستة شهور وين ستة شهور ليه ثلاث سنين لا وين ستة شهور شوف أنا لما يعني اتفقنا على أن يصير فيه مجلس تأسيسي ذهبت أبحث في الجوجل افتحوا الجوجل شوف حط اكتب يعني المراحل الانتقالية لواقع ادرس مراحل الانتقالية مرت بها في الباكستان في الهند في البرازيل في مش عارف فين كذا كذا كل هذه المراحل الانتقالية مراحل صعبة ومراحل معقدة والدستور يكتب فيها على الأقل مدة ثلاث سنوات لأنه انت تناقش في دستور مفروض أنه يكون هو القاعدة التي تبنى عليها العلاقات الاجتماعية في بلد فيه كثير من المشاكل وهذا الدستور ياخذ وقت وإلا فإنها ستكون عملية مسبقة لأنه أنا جاولي بعض الناس من الخبراء قال والله هاو عندي دستور مكتوب بس صوتوا عليه شنوه دستور مكتوب صوتوا عليه هي بين مسألة هذه هذا مستقبل تونس هذا ما سيبني علاقة الدولة وعلاقة المجتمع هذا بده حوار والحوار توافقات وناس مختلفة واحد جاي من الطير العلماني والاخر جاي من الطير الإسلامي والاخر من اليسار والاخر من اليمين وانت بحاجة إلى دستور توافقي يعني يقبله كل الناس هذا ياخذ وقت أنا قلت لا أقل من ثلاث سنوات وفعلا ثلاث سنوات في حادث يعني وصم حكومة حمادي الجبالي وصمه وأجبرك على أن تظهر على التلفزيون هو حدث في 2012 في نوفمبر التظاهرات في محافظة سليانة صدمات وقعت 200 جريح أنت ألقيت خطاب في 30 نوفمبر وقلت فيه أن مصلحة تونس العليا تقتضي وجود حكومة مصغرة وفاعلة تعتمد على الكفاءات وليس المحصة الحزبية هنا كأنك أعلنت الفشل الزريع لحكومة حمادي الجبالي طيب بين قوسين هي قصة الرش هذه كانت مأساة لأنه أولا سليانة وتلك المناطق هي الحواضنة بتاع الثورة ثم الناس كانت تحتاج على والي واضح أنه كان غير كف ووصل حمادي الجبالي يقول يخرج هو نخرج أنا يعني وضع نفسه في أنه هو والوالي كيف كيف يعني مما يدل على غياب أي رؤية سياسية وفعلا ووصلت أنا كل التناقضات وهذه الكلمات التي ذكرتها فيها كل شيء أن حكومة كفاءات فيه كثير من الأشخاص اللي كانوا واضح أنهم لم يكون أكفاءا مطلقا بينما العكس فيه كانوا في هناك وزراء أكفاء ومخلصين ولهذا حكومة كفاءات حكومة مصغرة أنه فيه كل الناس كانت تضح علىك هذه الحكومة اللي فيها منعش كم من خمسين مش عارف وزير وكذا ابونا أن تكون حكومة مصغرة وحكومة كفاءات وحكومة فعلا تلتهي تهتم بالقضايا المصيرية حمد الجبالي ردخ بعد الضغوط وفي 2 ديسمبر قال أنه لا يمانع في حكومة كفاءات مصغرة لكن المشكلة أن حكومة الكفاءات أو حكومة الحصص الحزبية يعني المشكلة كانت أن في حكومة الكفاءات ولا في حمد الجبالي ولا في الأحزاب المشكلة كت فين المشكلة كانت بالأساس في غياب رؤية سياسية وفي غياب برنامج سياسي وفي فهم للمرحلة يعني الناس قفزت واجأت إلى الحكم بدون رؤية وبدون برنامج وبدون شيء تسيير يومي للأمور شوف يعني ما يجب أن يفهموا الناس أنه انتخاب المجلس التأسيسي كان انتخاب ناس بالأساس يعني مجعودين لكتابة الدستور ثم بعدها لتسليم الحكومة كل الناس دول معظمهم ما كانش عنده الكفاءة يكتب دستور يعني أنت لما تجي تكتب دستور وبتنتخب ناس تكتب دستور غير لما تنتخب ناس بتعمل مجلس تشريعي صح النوعية بتاعت الناس تختلف لا لا دستور مثلا خوض قضية الهوية هل ستترك خبراء يحددون لك الهوية في نقاش بين أطراف مختلفة تريد تعريف الهوية هذا نقاش سياسي أيضا هل ستترك الخبراء يقررون هل هو سيكون نظام رئاسي أو نظام برلماني أو نظام نصف رئاس هذه أمور سياسية أنت لست مطالب وقت تكتب دستور بأن تكون خبير بالقانون أنت مطالب بأن تأتي بأفكار الأساسية قضية الحريات والحقوق العامة في ناس الذين سيقيدون الحقوق ولا سيطلقونها هذه قرارات سياسية لما يصير لي فيه الاتفاق على القرارات السياسية قضية الصياغة يمكن أن تحهد بها إلى المختصين ليس العكس أنت انتقادك للنهضة لما يتوقف ووصل الأمر في أن طالب عضو رئيس الكتلة النيبالي للنهضة في المجلس التأسيسي صبحي عطيق بسحب السقة من الرئيس المرزوق والله يعني لا أتذكر أولا في ديسمبر 2012 أنا كنت عندي علاقة طيبة بها الشخص ولكن ممكن لكن مرة أخرى يعني الخيار كان بين لا بس أنت الآن حصلت أزمة لدرجة أن عماد الدائمة مدير المكتب الدواني الرئاسي رد على مسؤول النهضة هؤلاء وقال أن الرئيس قد ينتسحب من منصبه ردا على هذه التصريحات شوف كانت مناكفات كثيرة وكانت هذه المناكفات تخفي حفيظة متصاعدة بين الطرفين حفيظتي أنا على اعتبار أن هذا الطريق هو طريق خطأ ويمكن أن يؤدي بينا كارثة وحفيظتهم لأنهم يعتبرون أنني هم أصحاب فضل علي أنه فيهم واحد كتب بين قبسين قال وأن أنت أكرمت الكريم ملكته وصلت بهم هذا الشخص وصلت به الوقا حيالي كاد يعتبرني لئيم يعني أن هذا الشخص إحنا لوضعناه في المنصب شو أنت وضعتوني في المنصب لو لا النجاح المؤتمر من الأجمهورية و29 مقعد ويعني كل ماضية في النضال لو جيت أنا في المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة لكانوا قالوا لي والله يا سيد مرزوق نحن نحبك كثيرا لكن نأسف لأنه كذا يعني رغم كذا فرض عليهم الأمر ومع هذا يقول لك إحنا لأصحاب الفضل عليه وبالتالي كيف يتمرد علينا شو يتمرد عليكم أنا جاي معاكم لصحبة إحنا جاي لقضية أساسية اللي هي خراج البلد من هذه الورطة وتحقيق أهداف الثورة أنتم مع أنتم لا تحققون أهداف الثورة ماذا تنتظرون مني تنتظرون مني أن أخون أرائي وأفكاري حتى أبقى قريبا منكم لعلكم تقبلون بي هذا ليس من طبعي وليس من سياساتي المشهد كان كل يوم يزداد ضبابية أنت في 12 يناير قبيل الزكرة الثانية لأرهروب بن علي أشت بالتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين في إدارة الدولة في الوقت اللي أصلا كنتم تتناوشوا ولازلتم تتناوشوا طوال الوقت في 22 يناير 77 نائب بالثقة منك وعزلك من الرئيسة على خلفية حوار أنت أدلت بي القناة الجزيرة قلت إذا أخذ العلمانيين المتطرفون السلطة سيواجهون المقاصل والمشانق مشهد كله لاي ناس مسكين في بعض استناني لا نخلط بين استراتيجي والتكتيك استراتيجي هو أنه القرار متاع أن العلمانيين والإسلاميين يجب أن يعني يتجاوزوا وتلك القطيعة الخطيرة هذا لم يتغير وهذا بالنسبة لي ما زال مطروح إلى يوم يبعثون يعني رغم الخلافات التي تطرح رغم الخلافات يجب أن نفرق بين المستويات مستوى استراتيجي زي يعني يا أخي أنت وأخوة تحبوا بعضكم لكن تتخصموا لكن أنتم أخوة يعني أنا بالنسبة لي القرار استراتيجي متاع أن العلمانيين يعني الوسطيين والإسلاميين الوسطيين يجب أن يعملوا مع بعض حتى هذا البلد لا ينقسم إلى العلماني والإسلاميين هذا خيار لا رجعت فيه في داخل خيار نتخاصم كما يتخاصم الأصدقاء والإخوة تخاصمنا لم يكن يؤدي إلى نقض هذا الاتفاق نجيب إلى قضية السبعة وسبعين السبعة وسبعين كذا كذا يعني هنا تشوف براعة وقوة وخبث الإعلام ويعني حقارة حقارة يعني بعض الناس اللي كان يعرفون أنه هذا التصريح مزيف ومكذوب ومع هذا وصلوا إلى حد أنه حاولوا عزلي كيف القصة مع علي الظافيري في أفريل 2012 قلت بالحرف الواحد والتسجيل ما زال موجود بينما أوسين هذه أول الغيث لأنه بعد كي سيزيفون كلامي أكثر من مرة المهم شنو قلت إحنا في الآن في المجموعة هذه التي أخذت السلطة حقوقي نؤمن بحقوق الإنسان نؤمن بالعدالة الانتقالية نؤمن بالتحول السلمي وبالتالي نحن ستعامل مع السلطة مع المعارضة بهذه الكيفية لكن إذا إحنا في الأيام خرجنا ويعني دمرت هذه التجربة فإنه من الممكن أن يأتي أناس غيرنا الذين قد ينصبون المشانق فماذا أصبحت المرزوق يطالبوا بنصم المشانق للمعارضين هذا بعد يصير فيه تدليس نفس العملية أنا كنت أقول أنه الشعب السوري يعني ناظلا وناظلا ضد نظام يريد أن يحرق سوريا حتى يبقى في السلطة لكن أنا منصف المرزوق تخليت عن السلطة رغم الانتخابات التي عندي على المحافظ حتى لا يصير تدمير تونس فعملوا مونتاج في الفيديو المرزوق يقول أنه يطالبوا بحرق تونس للبقاء في السلطة ما عندكش فكرة على الحقارة والنذالة والتزييف الذي وصلوا به درجة السبسي هذا ما يقول قول لحن لسنا من أصحاب المشانق يعني كأنه اعتبر أنه التصريح صحيح يا ناس امشوا اسمعوا التصريح التصريح أقوله فيه العكس أقول فيه أنه أنا منصف المرزوق والمجبوعة معنا نحن نتعامل معكم بصفة حضرية لكن آخرون قد يأتون إذا كذا قد فعملوا منها قصة طويلة وعريضة والمسألة كانت واضحة أنه عملية استنزاف وعملية استهداف هذا الشيء معلمني أن هؤلاء الناس هل يجمع تصورة المضادة والله لحد الأدنى من الأخلاق السياسية لا يكتسبونها والله مستعدين يزيفوا ويكذبوا ويعملوا شيء رهيب شيء رهيب أنك تكتشف ما هؤلاء الناس كيف يقدرون يود التصريح موجود فتث أشهر وهم يفتعلون إزمة وكأنني قلت أنني سأنصب المشانة بينما قلت العكس مثل هذا الشخص الموجود الآن في قضية الآن قدام القضاء يعني هذه بالنسبة لي مسألة يجب أن تنتهي القضاء يجب أن يقول كلماته في عملية التدليس اليوم التدليس والتزييف أنا نحب نقول لك شيء ونقول للشعب التونسي والشعوب العربية الكل هذه اللي يسمعوا فيها أنه مع هالمجموعة هذه التي انتفت منها الحد الأدنى من الأخلاق والحد الأدنى من الموضعي نحن وذهبون إلى كارثة ذهبون إلى كارثة لأنه يعني سيجرون الناس إلى أولا كره السياسة كره السياسيين كره الديمقراطية وبالتالي سيؤثرون ربما ثورات العنيفة التي قد يا أخي يا أخواني الحد الأدنى من النزاها يا أخواني أنتم رجال ولساء مفروض أنكم يعني ما عندكم بقية متشرف الشخصي أنكم لا تكذبون لا تزيفون وعندما تسمعون تصريحا كاذبا ومزيفا لا تستعملون أو لضرب خصم السياسي لحد الأدنى الصفر القليل من القليل من الحياة السياسية غير موجود هذا هذا ما واجهنا أنت يعني تواجه من أرفع مستوى الأخلاق وتتعامل مع الناس مستعدين لكل شيء لكل شيء ومحمد مرسي عانى من هؤلاء الناس وهذا خطر كبير اليوم اليوم القضية ليست ما بين الإسلاميين والعلمانيين اليوم القضية الأساسية بين الناس ما زالوا يريدون للسياسة أن يكون لها الحد الأدنى من الشرف وناس مستعدين لأي شيء وهذا هو الخطر الكبير أنه أصبحت عصابات سياسية عصابات سياسية الآن هي التي تلعب دور كبيرة في المشهد السياسي العربي وهذه العصابات السياسية هي أكبر خطر على الديمقراطية بينما هي تتغذل من الديمقراطية لكي توجد وكي تفرض نفسها حكومة حمد الجبال واجهة أزمة كبيرة جدا حينما أعلن لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقرب من الشيخ راشد الغنوش استقلته وقال في رسالة استقالاته إن هناك أزمة حكم واضح أن حركة النهضة يعني وصلت إلى وصلت إلى يعني شيء وصلت إلى أزمة كبرى لأنه فعلا لكن مرة أخرى لأنه حمل حمد الجبالي كل المسؤولية حمد الجبالي عيوبه كذا لكن هو كان يعني جزء من المنظومة يعني لا أتصور أنه قصة التهاون مع النظام القديم وكل هذا الحب كذا يعني كان منه هو فقط يعني كانت مجموعة لكن هو بطبيعة حال عيوبه أيضا وقدرته وعدم قدرته على التأسير أدت إلى هذه الأزمة محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر قال خلال مؤتمر صحفي عقده في 3 فبراير نقلا على لسانك أنك هددت بسحب وزراء الحزب من حكومة حمد الجبالي إذا لم يتم تغيير كل من وزيري الداخل الخارجية رفق عبد السلام والعدل نور الدين البحيري خلال أسبوع لا شوف فيه هنا نوع من يعني مسؤول فهم لأنه إحنا في أولا أنا لم أكن الرئيس المؤتمر لكن كان فيه نقاشات حول أنه يعني الاثنين يعني الصخصين كانوا فعلا يعني يشكلاني إزعاج كبير بالنسبة لي وبالتالي يعني كنا من الناس المطالبين بيراحلهم ثم على كل حال جاءت تغيير الحكومة الكل فتغيرت كل المعطيات في الحلقة القادمة أناقش معك عدة أمور مهمة منها أزمة حكومة حماد الجبالي واستقلته ومقتل شكر بالعيد ومؤامرة ما يسمى بالمحاولة الإنقلابية على السور أشكرك شكرا جزيلا سيادة الرئيس كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع على شهادة الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي في الختام نقول لكم تحية فرق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة